يستمر في العاصمة اليمنية صنعاء التوتر الشديد بين ميليشيات الحوثي وصالح عقب اشتباكات دامية بين الطرفين ميليشيات الحوثي واصلت حجد قواتها في العاصمة ومحاصرة مقار لشخصيات ومؤسسات تابعة لحزب صالح تطورات تعكس عمق الأزمة بين الطرفين والتي تصاعدت يوم الخميس الماضي عندما خرج أنصار صالح في العاصمة للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح أزمة حرص الجانبان على إخفائها لوقت طويل إلى أن الأيام الماضية أثبتت أن صراع الانقلابيين أقوى من أن يمكن إخفاؤه صنعاء تحبس أنفاسها بعد أول مواجهة المسلحة بين حليفي الانقلاب على الشرعية حزب علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي مواجهة سقط على أثرها قتلى وجرح من الطرفين اشتباكات صنعاء وإن كانت غير مسبوقة إلا أنها وبحسب الكثير من المراقبين كانت متوقعة فالخلاف بين حليفي الانقلاب بدأ منذ فترة طويلة بعد أن اتخذت مليشيات الحوثي سلسلة خطوات عملية سعت من خلالها إلى إقصاء صالح وحزبه إذ قامت بتسريح منتسبية الوحدات العسكرية الموالية لصالح وقطع مرتبتهم الشهرية بما فيهم جنود الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إضافة إلى تقديم أظافر صالح في المؤسسات الحكومية المدنية في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات من خلال إقصاء الموظفين الإداريين الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام وعزلهم من وظائفهم واستبدالهم بعناصر حوثية ورغم أن صالح حاول وقف الزحف الحوثي وتغلغ للمليشيات داخل مؤسسات الدولة في صنعاء عبر توقيع اتفاق شراكة تشكل بموجبه المجلس السياسي الانقلابي وما تسمى حكومة الإنقاذ بالمناصفة بين حزب المؤتمر ومليشيات الحوثي إلا أن الحوثيين استمروا في التحكم بالسلطة الفعلية من خلال ما يعرف باللجان الثورية والتي تشكلت عقب اجتياح صنعاء في أواخر سبتمبر 2014 بل وصار أعضاء هذه اللجان تشكل سلطة أعلى من المجلس والحكومة بحسب ما قال صالح في خطاب له قبل أيام رفض مليشيات الحوثي حل اللجان الثورية واستمرار اعتداءاتها على الوزراء المحسوبين على قائمة صالح دفع الأخير إلى إعلان اعتزامه إعادة تقييم مستوى تنفيذ اتفاقيات الشراكة على أن يتم اتخاذ قرار بالبقاء فيها من عدمه على ضوء نتائج التقييم فقيادات كثيرة في حزب صالح تقول إنها ترفض أن تكون مجرد غطاء سياسي لآلة طائفية حثية تطحن الدولة والهوية اليمنيتين وتنفذ مخططات قادمة من إيران معنا من رياض الباحث والكاتب السياسي عبدالله ناصر الاعتبي ومعي من لندن الكاتب والباحث السياسي اليمنى البراء شيبان أبدأ بداية مع سيد البراء شيبان سيد البراء مساك الله بالخير معنا في سكاي نيوز عربية اليوم دائما ما كان هناك حديث خلال الشهور الماضية عن الخلاف بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح ولكنه بقى حبيس الكلمات المتبادلة والتقارير العالمية اليوم نشاهد خلافا دمويا في الواقع تطور بالأمس في أي مراحل خلاف وصلنا اليوم بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح هذا الخلاف أيضا ما هي آفاقه تحية لك أخي ماجد وتحية لضيفك الكريم من الرياض أنا أعتقد أنه منذ القيام بفعالية المؤتمر الشعب العام يوم الخميس بدأ العد التنازلي لانهيار هذا الحلف وجماعة الحوثي تتجه بخطوات واضحة أنها مدروسة وواضحة أنها ثابتة تريد تغيير الشكل الديمغرافي بشكل نهائي لمناطق شمال اليمن كل ما في تقريبا منطقة شمال اليمن تم أدلجته خلال السنتين الماضيتين جماعة الحوثي تؤدج اليوم حتى الحجر حتى الشجر داخل صنعاء ولم تستطع أن تتحمل أن يوجد أي نوع من أنواع الشراكة مع أي طرف آخر ووصلت الحد إلى أن وصلنا إلى مرحلة أنه لا يمكن له العيش بشكل مشترك مع حزب المؤتمر الشعبي العام بينما كان في المقابل كان المعروض أمامهم بعد الحوار الوطني أن يدخلوا في شراكة سياسية مع الجميع أن يكونوا ضمن إطار شرعي واحد أن يكونوا ضمن الدولة الاتحادية الجديدة وأن يكونوا ضمن اليمن الاتحادي لأن اليمن يجب أن يتسع لكل أبناء وليس لدينا أي بديل سوى العيش المشترك ويجب أن يتسع اليمن للجميع اليوم اشتد الخلاف مع جماعة الحوثي عندما حاولت أن تدخل عناصر جديدة إلى الجيش اليمني رغم أن ميزانية الجيش في المناطق التي لا تبقى لهم من اليمن لم تعد تتحمل وكان واضحا للمؤتمر الشعبي العام أن هذه كانت الخطوة الأخيرة باتجاه إقصاء المؤتمر الشعبي العام بشكل نهائي وأنا أتوقع أن التصعيد سوف يستمر خلال الأيام القادمة سيسعى الكثير من قيادة المؤتمر إلى أن يمدوا أيديهم وأعتقد أنه يجب على الحكومة الشرعية يجب على التحالف أن تمد أيديها في المقابل وتقول نحن مستعدون لشراكة كاملة ومستعدون أن نقدم خطوات جريئة إلى الأمام إذا كان هذا سينهي الحرب وسيجعل اليمن يتسع لكل أبنائه سنصل إلى كل ما تقدمت فيه أستاذ البراء دعني ننتقل أستاذ عبد الله نصل لإعتيب أستاذ عبد الله الآن الاشتباكات كانت بالأمس قوية وعنيفة حول منزل أو ديوان نجل علي عبد الله صالح تم قتل أيضا مدير هذا الديوان الآن البعض كان يتحدث أن هذه الاشتباكات ستتطور خلال الساعات التي أعقبت هذا الحادث يعني هناك هدوء حذر في صنعه ما مستقبل هذه الاشتباكات باعتقادك على مستوى الشارع وأيضا عكاساتها على التحالف الانقلابيين هنا أولا مساء الخير أخي ماجد مساء الخير لأستاذ براء من لندن ومساء الخير أيضا لمشاهدين سكاي نيوز عربية أنا أعتقد أن الحوثيين الآن يحاولون أن يحتوون الموضوع أنا أعتقد أن الحوثي هو الخاسر الأكبر في مثل هذه المواجهات يعني الهدف الرئيسي للتحالف الحوثي صالح كان واضحا منذ البداية كان هدفا مشتركا للفريقين وهذا ربما هو ما ساهم في أن يصمد هذا التحالف لثلاث سنوات حتى الآن لكن مع كون الهدف واضح كان لكل فريق أجندة مختلفة عن الفريق الآخر تماما يعني علي عبدالله صالح كانت أن جدته تختلف تماما للحوثي علي عبدالله صالح كان رجلا طالبا للحكم كان رجلا لا يريد أن يخرج خارج الحكم ولا يريد أن تخرج أدرعته أو عائلته خارج الحكم الحوثي كانت له جندة آخرة وهي تنفيذ المشروع الإيراني في جنوب الجزيرة العربية لكن مع ضغط قوات التحالف خلال السنتين الماضيتين تحرير الكثير من الأراضي اليمنية أيضا هناك مسألة أخرى ربما ساهمت أيضا في انهيار هذا الحلف أو على الأقل بداية انهيار هذا الحلف وهي في البداية كان علي عبدالله صالح يمثل التطبيق للنظرية الحوثية كان الحوثيون هم الظاهرون في الصورة وعلي عبدالله صالح خلف الكواليس كلنا نتذكر أن علي عبدالله صالح كان ينفي في البداية مشاركته في الثورة الحوثية لم يكن موجودا أبدا لكن بعد ذلك وكان يساهم بالتطبيق كان يساهم بالحرس الجمهوري وهو القوة الكبرى القوة العظمى التي غيرت الحقيقة في معادلة اليمن في 2014 وكانت النظرية السياسية بيد الحوثيون لكن يبدو أن الحوثيين مثلما تفضل تقريركم وأيضا تفضل الأخ البراء ربما أن الحوثيين أرادوا السيطرة على هذا التطبيق أرادوا السيطرة على القوة العسكرية التي في يد صالح وهذا ما جعل صالح يغير اتجاهه في الفترة الأخيرة ويتحدث صراحة عن الميليشيات لكن المستقبل أستاذ عبدالله نعرف حيثيات ما جرى خلال الأيام الماضية حال الشهور الماضية وحتى السنوات الماضية لكن اليوم مفرق الطرق هنا في هذه الاشتباكات الخطيرة هل تعتقد أنها ستتطور؟ هل سيتم احتواؤها؟ مع الخبر طبعا الذي يظهر الآن عن مطالبة حزب المؤتمر الشعبي العام بإجراء التحقيق في من قتل من قادة الحزب بيد الميليشيات الحوثية هناك طلب أيضا يبدو أنه كخبر يأتي من اليمن الآن هل من مستقبل لهذه الشبكات؟ والله أنا أعتقد أنه ما زال الحديث مبكرا أن تكون هذه الاشتباكات مؤشر على انهيار الحوثي صالح ربما نرى خلال السبيع القادمة مسألة تباين في هذه المسألة لكن أنا أعتقد أن الحوثي سيكون أحرص بشكل كبير جدا على بقاء هذا الحلف من صالح انهيار هذا الحلف سينه الحوثي تماما لكنه لا ينهي صالح يعني عندما ينهار مثل هذا الحلف سيبقى صالح في المشهد لكن الحوثي سينتهي تماما والحوثي يعرف أنه بالانهيار هذا الحلف انهيار لمشروعه فنعتقد أن الحوثي سيحاول أن يرمم مثل هذه التحالف خلال الأسابيع القادمة لو أيضا قرأنا مسألة البيان من الحزب المؤتمر وبيان الحوثي حول حادثة مقتل خالد الرضي الذي هو القيادي في حزب المؤتمر كل الطرفين أشار إلى جهة مجهولة لم يشير صراحة إلى أن الحوثي قتل خالد الرضي أو اتهام مباشر من المؤتمر بأن الحوثيين لهم دور في ذلك أنا أعتقد أن الوقت ما زال مبكر ربما يكون الأيام القادمة حبلة بالكثير من المفاجآت لكن أعتقد أن على الأقل هذه بداية مؤشر لتباين أو بداية على الأقل سين كل من مشروع علي عبدالله صالح في طلب الحكم وسين الحوثي في تغيير الحالة الديمغرافية والحالة اليمنية بالتجاه نعتقد أن أصبحت طريقين متوازعين ربما يستمر أشرار ربما يستمر سنوات لكن لا أعتقد أن هذه بداية دعني أنتقل أستاذ البراء شيبان أستاذ البراء الحكومة اليمنية الشرعية وأيضا أطراف كثيرة كانت تنتظر لهذا اليوم الذي يحدث فيه خلاف حقيقي على مستوى الشارع والأفكار بين التحالف والانقلابيين وكنا ننتظر رد فعل قوي من الحكومة الشرعية استراتيجيات ومبادرات استفادة من هذا الخلاف لكن صمت كامل من الحكومة ومن الرئاسة اليمنية باعتقادك لماذا هذا الصمت؟ وباعتقادك كيف يمكن التحرك الآن في هذا التوقيت بالذات؟ نعم في البداية دعوني أوضح حتى أصل لهذا النقطة شيء مهم جدا أنا ما أعتقده جماعة الحوثي دائما تتخذ تكتيك أنها تسعى للتهديئة ثم تباغت الطرف الآخر بالهجوم ثم تسعى لتهديئة ثم تباغت الطرف بالهجوم حتى تقوض الخناق تماما على الطرف الآخر مثلما كانت تقدم الكثير من لجان التهديئة واللجان الوساطات التي حتى أفقنا يومنا الأيام وقدها تطوق العاصمة صنعها فهذا تكتيك معروف من جماعة الحوثي علينا أن لا ننخدع به بمجرد أن هناك بعض الوساطات واضح أن الطرف صالح الآن غير مستعد تماما لمواجهة مفتوحة مع جماعة الحوثي هي تعتمد بشكل أساسي على القمع المبالغ فيه على التخويف المبالغ فيه حتى تشعر الجميع أنها بإمكانها أن تقمع أي تحرك مقابلها بقوة مبالغ فيها بالنسبة للحكومة الشرعية أنا أعتقد أن هناك تواصلات كانت واضحة جدا من قبل قيادات من المؤتمر الشعب العام خلال الأيام الماضية كان يجب على الحكومة الشرعية ويجب عليها إلى هذه اللحظة أن تسعى بخطوات جريئة القيادة تحتاج خطوات جريئة إلى الأمام وأن لا تنتظر حتى تحقق نتائج وأن تنتظر خلف الأماكن المحصنة اليوم الحلف في أضعف ظروفه يجب أن تسعى إلى أن تستميل أحد الأطراف تنظر ما هي النقاط المشتركة واضح أن المؤتمر الشعبي العام يقول بشكل صريح أن اليمن الجمهوري معرض الخطر يعتقد ويؤمن قطعيا أن جماعة الحوثي لا تؤمن بمبدأ الشراكة وأن المسألة مسألة وقت حتى يتم استئصالها فهذه النقطة واللحظة المفصلية التي يجب أن يلتقطها الحكومة الشرعية يجب أن يلتقطها التحالف حتى نستطيع أن نتقدم خطوات وإلا أنا أعتقد أننا سنندم بعد ذلك بعد هذه بأشهر قليلة سوف ندب شديد أن تركنا المناطق الشمالية لجماعة الحوثي تعبث بالخصوم كيفما تشاء ثم نستيقظ يومنا الأيام ومشروع الحوثي مشروع واضح مثلما ذكر الضيفة الكريم مشروع طائفي مشروع يتبع أجندة إقليمية واضحة كلنا نعلم إلى أين تأخذ جماعة الحوثي المنطقة بعيدا عن محيطها العربي وبعيدا عن محيطها الإقليمي طيب أستاذ عبدالله نصر العتيبي بالنسبة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية الشعودية كان هناك دائما حديث عن أن علي عبدالله صالح تحالف مع الحوثيين تحالف ضرورة هو رجل يلعب في السياسة رغبته في السلطة بينما الحوثيون لهم أجندة موالية لإيران والتغيير دمغرافي وطائفي ولو كانوا يمنيين هنا تعتقد في هذا الظرف هل سيكون هناك مد لليد لعلي عبدالله صالح هل سيكون هناك مفاوضات مباشرة مع علي عبدالله صالح من قبل التحالف وهو طلب هذا الشيء خلال السنوات الماضية من المملكة العربية السعودية هو طلب هذا الشيء عندما كان متحالفا مع الحوثي كان يتحدث باسم الحوثي وصالح في ذلك الوقت الآن تغير الوضع أنا عزيزي ماجد كتبت مقالة في بداية 2017 بعنوان أولويات السياسة الخارجية السعودية وكان من ضمنها حديث عن اليمن أعداء الأمس ربما يكونون أصدقاء غدا الخط الثاني الخط الثالث بعض رموز الخط الأول في حزب المؤتمر الشعبي سياسة متغيرة ومتبدلة تستطيع أن تتفاهم مع هؤلاء حول مشاريع مشتركة حول رؤية مشتركة ولا تستطيع أبدا أن تتفاهم الحوثي الحوثي له توجه معين لا يمكن أبدا أن يكون قابلا للنقاش الحوثي يحمل رسالة إيرانية معينة في المنطقة فبالتالي ليس هناك مجال للنقاش بالعوثي لكن أعتقد أنه يمكن الحديث مع علي عبد الله صالح لكن بشرط عندما يبدي علي عبد الله صالح إشارات جيدة على أنه لن يعود إلى 2013-2014 يبدي إشارات جيدة وموثوقة أيضا إلى العودة إلى 2011 عندما سلم السلطة إلى الحكومة حكومة عبدربو منصور هادي يعني أنا أعتقد أنه يطلب من علي عبد الله صالح أن تكون موثوقية وأعلى في هذا الجانب وأن تأخذ أيضا عليه موثيق معينة في هذا الجانب علي عبد الله صالح من الخميس الماضي وحتى اليوم لم يبين أبدا أنه يتوجه إلى التحالف العربي وأنا أعتقد أن التحالف العربي بقيادة السعودية حذرين جدا ولن ينجروا أبدا لمثل هذه القضية الشائكة الآمة بين حوثي وصالح لا أتفق أبدا مع من يقول أنه يجب أن نستغل هذا الخلاف بين حوثي وصالح أنا أعتقد أن الانتظار في مثل هذه المسال هو الخيار الأنسب إلى أن يبدر من علي عبد الله صالح ما يفيد بأنه يريد أن يخرج اليمن من الحالة الراهنة اليمن بالمناسبة وهذه أعتقد أنه من المهم الإشارة إليها لا يمكن أبدا أن يتحول إلى دولة ديمقراطية خلال سنة أو سنتين أو خمس سنوات يعني من المبكر جدا الكلام حول حكومة وانتخابات بعد سنة أو بعد سنتين حتى أنا أعتقد أن اليمن يحتاج إلى رجل قوي أي أن كان هذا الرجل القوي لحكمه لمدة سنوات معينة إلى أن يعود الاستقرار في اليمن ثم بعد ذلك يكون التفكير في مسألة الديمقراطية والانتخابات وسناديق الاقتراء طيب عن هذا الرجل القوي دعني أسأل أستاذ البراء شيبان أستاذ البراء فعليا أسألتك عن الحكومة الشرعية لكن البعض يقول هناك أطراف في الشرعية خصوصا حزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين توقف أي عمل سياسي تقوم به الحكومة الشرعية أو الرئاسة هي تسيطر فعليا على القرار هناك ويعني أيضا يقال الحديث أنها تتدخل في الجانب الأمني في الجانب السياسي هل فعلا هذا الأمر يعني مخاطر وجود هؤلاء في الشرعية قد يؤدي إلى ضياع التوجه السياسي الصحيح لدى الحكومة الشرعية؟ أنا أعتقد بشكل واضح جدا وما طرحها الأضيف العزيز مهم أنه حكاية أنه هل يوجد معنا رجل قوي الإشكالية الأساسية اليوم أنه لا يوجد طرف يستطيع أن يسيطر على المشهد منفردا سواء كان هذا الطرف هو الإصلاح سواء كان هذا الطرف هو المؤتمر سواء كان هذا الطرف الأطراف اليمنية يجب عليها أن تدرك أنها يجب عليها أن تدخل في شراكة حقيقية بدون محاولة إقصاء الآخرين استئثار القرار الذي شعر به الكثيرين من قبل طرف معين مثل ما أنت ذكرت خلال الفترة الماضية جعلت بعض النفور عند الأطراف السياسية الأخرى وجعلتها تشعر أنها لا يمكن لها أن تدخل في شراكة طويلة لأمد بينما العملية الانتقالية تتطلب وجود الجميع أسس نجاح العملية الانتقالية خلال ما بين 2011 و2014 وكان يمكن أن نصل إلى انتخابات لو لا الانقلاب أنها كانت لمشاركة الجميع فلو حاول أي طرف أن يحاول أن يسيطر على القرار سواء القرار الأمني أو القرار السياسي منفردا سوف ينفرط هذا الحلف وسوف ندخل في صراع جديد ولذلك من هنا أنا أدعو أنه يجب أن تختطف الحكومة الشرعية هذه اللحظة وتدعو لشراكة حقيقية مع كل الأطراف اليمنية لا يمكن لحزب الإصلاح أن يحكم منفردا لا يمكن للمؤتمر أن يحكم منفردا لا يمكن حتى للحركة الجنوبية أن يحكم منفردا اليمن يجب أن يتسع للجميع الناصرين والاشتراكي والحركة الجنوبي وكل الأطراف اليمنية يجب أن تتوحد حتى نصل إلى مرحلة انتخابات قادمة ثم استحقاقة الانتخابية كل طرف تشكل الحكومة من الأطراف التي استطاعت أن تفوز في الانتخابات التوجه الآن أن لدينا مشروع مشروع طائفي واضح المعالم داخل صنعاء إذا لم يتم التخلص منه خلال هذه الفترة أنا أخاف وأخاف جدا أننا لن نتمكن بعد ذلك من التخلص منه لفترة طويلة من الزمن طيب أستاذ عبدالله ناصر العتيب بنفس السؤال يعني مرحلة اقتناص ما يحدث الآن من خلافات خصوصا من قبل الحكومة الشرعية هناك حديث وحديث جدي في الشارع السياسي اليمني وفي الشارع حتى الطبيعي والعادي لليمنيين مصادرة للقرار الحكومة الشرعية من قبل حزب الإصلاح حتى أنه من يريد مد يده إلى المؤتمرين أو من يتبعهم يعني يتم طبعا يعني معاداته أو مضادتها وما شابه من قبل حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين كيف تنظر إلى هذا الموضوع وأهمية يعني إقصاء هؤلاء من المشهد يعني أنا أعتقد أنه مثل ما تفضل أيضا الضيف الكريم لندن يعني لا يمكن أن تقصي في الوضع اليمني الحالي لا يمكن أبدا أن تقصي كل الجهات الفاعلة في اليمن من هو قابل للإقصاء ومن هو حريم به الإقصاء هو الحوثي فقط لأن الحوثي لا يمكن أبدا أن نجلس على طاولة واحدة مع اليمنيين ليتحدث عن مستقبل اليمن هو له مستقبل خاص الذي يريد فقط به أن يتحول إلى حزب الله جديد في اليمن يكون مسيطرا عن اليمنيين بقوة السلاح يكون مسيطرا على قرارهم السياسي لكن حتى حزب الإصلاح أستاذ عبد الله حتى حزب الإصلاح لديه مشاريع خارجية في الأخير هو عضو من جماعة المسلمين يعني الإخوان المسلمين ولهم جندة خارجية بلادنا شك عندي في هذه المسألة لكن أنا أعتقد أن خطر الحوثي ليس بمثل خطر الإصلاح يعني أنا أعتقد أن جماعة الإصلاحة والأخوان موجودين في مناطق عربية عديدة نعم أنا شخصيا لا أتفق أبدا مع برامجهم وضد تماما مخططاتهم في الدول العربية لأنهم يريدون أن تحكم كل الدول العربية برجل واحد موجود في مصر هذه مسألة منتهية منها لكن أنا أعتقد أن بإمكان إزاحتهم سياسيا من اليمن وليس عسكريا وليس بقوة سلاح مثل ما نريد إزاحت الحوثي من المشهد يعني الإصلاح لا ننسى أبدا أن الإصلاح قوة موجودة كبيرة في اليمن فبالتالي أنا أعتقد أن محاولة إزاحتهم في وقت يتوافق مع إزاحت الحوثي أنا أعتقد أن هذه المسألة ليست في صالح المستقبل اليمني ربما هناك مسألة لاحقة ربما هناك ترتبات لاحقة في الحكومة اليمنية ومثل ما قلت لك في البداية أن اليمن يحتاج إلى شخص قوي فترة عالية لا نريد فقط أن تجتمع هذه الكيانات تحت ظل هذا الرجل أنا أؤكد على كلام الزميل من لندن لكن لا أتفق مع أن هذا هو الوقت المناسب لأن تشارك هذه الكتل اليمنية في عملية تشاركية سلمية بحيث يكون هناك انتخابات يمنية وانتخاب رئيس جديد يحكم اليمن من هذه الكتل اليمنية أنا أعتقد أن ما نريده الآن هو أن يكون هناك رجلا قويا يعبر بهذه الكتل اليمنية إلى شاطئ الأمان ثم بعد ذلك يكون التفكير في خناديق الاختراع والانتخابات أشكرك أنا معي من رياض البحث الكاتب السياسي أستاذ عبدالله ناصر الاعتبي ومن لندن الكاتب والبحث السياسي اليمنية الأستاذ البراء شيبان شكرا جزيلا لكم